روايات مدادها الإنسان من الأدب النايجيري الموت وفارس الملك للأديب وولسونيكا يجسد شخصياتها علي ميرزا خالد الحمادي مونة أبو النجا أحمد المفتاح ولد الأديب النايجيري وولسونيكا في الثالث عشر من شهر يوليو عام الف وتسعمائة وأربعة وثلاثين بمدينة أبيوكوتا بالجنوب النايجيري ثم انتقل إلى أبيجون حيث درس الأدب الإنجليزي وبعد ذلك انتقل للدراسة في جماعة ليدز بإنجلترا وبعد عودته إلى وطنه عمل محررا صحفيا ومحاضرا بالجامعة وخلال هذه الرحلة أظهر اهتماما بفن المسرح وكتابة الرواية حيث عبر عن انتمائه العرقي لجماعة اليوروبا إضافة إلى مكافحة الفساد المستشري في السلطة فكتب عددا من الأعمال في مقدمتها سكان المستنقع رقصة الغابات العمالقة والموت وفارس الملك نال بولسونيكا عددا من الجوائز توجت بجائزة نوبال في الأداب عام الف وتسعمائة وستة وثمانين استلهم الكاتب النيجيري وولسونيكا أحداث رائعته الموت وفارس الملك من حادثة شهيرة في نيجيريا حيث منعت قوات الاحتلال قبيلة اليوروبا من إتمام انتحار شعائري حيث يؤمن أبناء هذه القبيلة بضرورة انتحار فارس الملك وقائد جنده بعد موت الملك بثلاثين يوما وذلك حتى يصاحبه في رحلة الآخرة كما صاحبه في رحلة الدنيا إلا أن تدخل قوات الاحتلال أدى إلى صدمات واسعة حيث اعتبرها أبناء القبيلة تدخلا في ثقافتهم المحلية ومحاولة من المستعمر لمحر هويتهم ما هذا الهراء الذي أسمحه يا أولندي أتكون من قائد جيش ملك قبيلة اليوروبا وتريد مغادرة القبيلة لدراسة الطب إذن فمن يتولى منصب فارس الملك من بعدي أبي الحبيب يا فارس الملك العظيم إن سفري لدراسة الطب ستفيد أبناء قبيلة يجب أن يكون من أبناء القبيلة الطبيب والمهندس والمعلم فليكن من هؤلاء أحد خيرك أنت وريث منصبي أم أنك نسيت عدات القبيلة إذا مات الملك يجب علي الانتحار في اليوم الثلاثين لموته ومع تولي ملك جديد يجب أن يكون له فارس جديد أنا فارس ملكنا الحالي وأنت فارس ملكنا القادم إنني أنظر لمهنة الطب نظرة لا تقل توقيرا عن نظرتي لمكانة فارس الملك بل لمكانة ملك قبيلة اليوروبا نفسه قل عني لقد انتهى الأمر ستمقى في القبيلة ولن تغادرها أبدا وسأعلن في القبيلة كلها أنك ستقضي في الغابة أسبوعا كاملا ماذا؟ رقابا لك على هذه الأفكار العجيبة صباح الخير يا سيدة بل كينس صباح الخير يا سيرجينت أموزة اللحظات قليلة ويكون الكولونيل سيمون حاضرا إنه يرتدي ملابسه ارتديتها ارتديتها يا عزيزتي جان مرحبا بالسيرجينت أموزة مرحبا ماذا تحمل لي من أخباري يا عزيزي؟ تواترت إلى مسامع أنباء عن معاقبة إليسين أوبا فارس ملك قبيلة ليوربا لابنه أولندي لأنه يفكر في دراسة الطب دراسة الطب؟ وهل في نيجيريا جامعة تدرس علم الطب الحديث؟ لا شأن لنا بما يدور في القبائل المهم هو أن الأمن مستتب إنهم ينظرون إلينا كمحتلين ولا يريدون فهم حقيقة أننا نستعمر هذه البلاد لكي نرشد أهلها إلى طريق التقدم عذرا عذرا يا أموزة حقا إنك من أبناء هذه المستعمرة لكنك بعد أن عملت معنا أصبحت واحدا من رجالنا سألتني يا سيد سيمون عن جديد الأخبار فقلت لك ما سمعته أما اتخاذ القرار فهو أمر متعلق بك أنت متعلق بي وأي قرار يمكن أن أتخذه في أمر بين ابن وأبيه سيمون إن مساعدتك لهذا الشاب كي يحقق حلمه فائدة كبيرة للجميع فهو حين يسافر إلى إنجلترا لدراسة الطب سيتعلم الثقافة الإنجليزية وآداب الحياة الراقية وعند عودته سينقل ما تعلمه إلى أبناء البستعمرة كما أنه من الممكن أن يتولى مكانة رفيعة في القبيلة وحينها سيكون عونا لنا بدلا من هؤلاء الذين ينظرون إلى الجيش الإنجليزي كمحتل بغيب نعم نعم إنها وجهة نظر تستحق الاهتمام ولكن كيف يمكن أن نقنع أباه؟ فلنعمل على سفر هذا الشاب بأية وسيلة شاء أباه أم أباه؟ سرجنت أموزة سيدتي أريد مقابلة هذا الشاب المدعو أولندي أريد لقاءه بعيدا عن عيون أبناء القبيلة من ذا الذي يظن أن دراسة الطب أقل نفعا من قيادة جند ملك قبيلة اليوربا؟ ألي أنني ابن فارس الملك أحرم من دراسة ما أحيط؟ أولندي مرحبا مرحبا بالشاب الطموح سيرجنت أموزة هذا الشاب يا سيدتي يريد دراسة الطب الحديث لكن والده يصر على منعه حقا؟ حقا؟ إن العائلات الإنجليزية يطمحون إلى تعليم أبنائهم كل العلوم الحديثة لو كنت إنجليزيا لسعت عائلتك إلى تحقيق حلمك سأحقق يا سيدة بلنكينغز ما أحلم به ولن يقف في طريقي أحد وأنا أمام هذا الطموح الرائع لا أستطيع إلا أن أمد يد المساعدة سيدتي إن أولندي لن يستطيع مخالفة أمر والده بالبقاء في القبيلة بل أستطيع يا سيرجنت أموزة إذن يمكنك أن تصحبنا إلى البيت فلا أحد يستطيع أن يمكنك من السفر إلى إنجلترا ودراسة الطب سوى الكولونيل سيمون بيلكينغز سيدي، سيدي، سيدي ما بك يا سيرجنت أموزة؟ إليسين أوبا، فارس ملك قبيلة اليوربا يريد مقابلتك على نحو عاجل يبدو أنه قد علم بمساعدتك لابنه في مخالفة أمره والسفر إلى إنجلترا لدراسة الطب إليسين أوبا كنت أنتظر هذه المقابلة منذ بضعة أيام أدخله يا سيرجنت هل قمت أيها الكولونيل بمساعدة ابني أولندي على مخالفتي أو أمري؟ بل ساعدته على تحقيق حلمه ودراسة الطب الحديث في أرقى الجامعات الإنجليزية يا إليسين لن أسمح لكم بمحو يوية أبناء القبائل وتحويلهم إلى مسوخ إنجليزية اهدأ اهدأ يا فارس الملك إنما نحن نمد لكم يد العون حتى تخرجوا من ظلمات الجهل الذي تعيشون فيه إنما تسميه جهلا هو هويتنا هو مراث أجدادنا ولن نسمح لكم بمحو ماضينا وسرقة مستقبلنا ولتعلم أنك بفعلتك هذه قد شققت بيننا بحرا من العداء أصبح العداء واضحا وسافرا بين إليسين أويوبا فارس ملكة قبيلة أويوبا والضابط الإنجليزي سيمون بيلينغز في الوقت نفسه وصل الشاب النيجيري أولوندي إلى إنجلترا حيث عاكف على دراسة الطب الحديث ومرت بضع السنوات رحل في نهايتها ملك القبيلة حينئذ وصل أولوندي في ركاب أمير إنجليزي يقوم بزيارة إلى المستعمرة إنها المرة الأولى التي يقوم فيها أمير إنجليزي بزيارة المستعمرة أخشى إن يستغل أحد وجوده فيثير ما يعكر صفوه كل شيء يسير على ما يرام يا سيمون فمنذ سنوات طويلة لم يحدث أي اضطراب أمني لو مرت زيارة الأمير على خير ما يرام فمن الممكن أن يذكرني بخير عند أحد وزير المستعمرات فيمنحونني وساما أو ترقية لهذا يجب أن تضع نصب عينيك إسعاد الأمير وأقترح أن تعد له حفل استقبال مختلف نعم حفل تعبر من خلاله عن مدى سيطرتك وفهمك للشعب النيجري وقدرتك على استيعابهم يبدو أنك تفكرين في شيء محدد يا زوجتي العزيزة لهذا سأترك لك أنت تفاصيل تنظيم هذا الحفل أما أنا فسأتابع الإجراءات الأمنية لحفظ الأمن والنظام لما ظن أن يعم الأمر تمر علي على ذنعه من إسرعه ها هم إبراو القبيلة يبدأون الطقوس الشحائرية لدفن ملك اليوربه أصبح لزاما علي أن أدفن معه هم أترك هذه الحياة بجمالها ومتاعها كي أصحب ملكا راحلا هم موضي لك يا إلسان هتتنكر لعادات قبيلتك إنك إن لم تصاحب ملكك الراحل في العالم الآخر لان يا نعم أبنع القبيلة بالسلام أبدا موكب السوق أصبح معدا يا فارس الملك هيا هيا لتصاحب الراقصين كي يبدأوا الطقوس الشعائري لدفن ملكهم ولدفن معه هل أنت مستعد للموكب يا فارس الملك نعم نعم إنني مستعد ما أغرب هذه الملابس التي عددتها يا زوجة الحبيبة كي نرتديها في حفل استقبال الأمير رأيت بعض أبناء القبيلة يرتدونها لهذا أردت أن نرتديها أمام الأمير الإنجليزي لنبهره بقدرتنا على استعاب ثقافة أهل المستعمرة كما سيرتدي بعض أبناء القبيلة الملابس الإنجليزية فيدرك الأمير أننا محون الفوارق بين الثقافتين أفكارك رائعة رائعة يا جان سيدي سيدي سايمون سيدي سيدي ها أنا ذايا سارجنت موزة ها ما هذه الملابس يا سيدي سنحضر بها حفل استقبال الأمير ألم تعجبك إلى هذا الحد الذي يجعلك تدير وجهك عنه؟ إنها ملابس رائعة وذات ألوان مبهجة لأنها ملابس موتى قبيلة اليوربا يا سيدي ها؟ ملابس موتى؟ ملابس موتى؟ الموت بالنسبة لهم هو باب لدخول الحياة الأخرى الحياة السعيدة يا سيدي لهذا فإن ملابس الموتى تكون رائعة وذات ألوان مبهجة ولكن لماذا لا تنظر إلينا وأنت تتكلم يا سارجنت أموزة؟ لأنني لا أستطيع أن أكلم الموتى أو من كانوا يرتدون ملابسه ها هي هويتك الحقيقية تتحدث سنوات طوال قضيتها معنا ولم تزل متمسكا بخرافات أبناء هذه المستعمرة؟ حسنا حسنا يا أموزة سنبدل هذه الملابس فارس ملك قبيلة اليوربا إليسين أوبا يستعد الانتحار في طقس شعائري ينتحر؟ هذا فعل بشع يجب أن نمنعه عن ارتكاب هذه الجريمة يا أموزة وظيفتي هو نقل ما يدور يا سيدي وتنفيذ أوامرك فأصدر لي أمرا واضحا أنفذت الأمر جد خطير يا سايمون لو علم الأمير الإنجليزي بأمر هذه الجريمة فسيظن أنك تسمح بها وسيكون لهذا تأثير سيء على مكانتك لديه سرجنت موزة فالتقم بمنع ارتكاب هذه الجريمة اقبض على إليسين أوبا وألقيه في السجن حتى تمنع إقامة هذا الطقس الشعائري نفذ الأمر سمع الوطاعة يا سيدي الآن أنا أجوب السوق يسبقني الراقص وغدا أسبق الراقصين كي يدفن حيا مع ملك مات منذ ثلاثين يوما عشقا ما أجمل هذه الفتاة لو لم أكن ميتا أو في حق البيتين ما ترددت بحظة عن طلبها للزواج ما بال نظرات فارس الملك تتفقد نساء الموكب من هذه الفتاة الجميلة يا آيالوغا إنها خطيبة أكبر أبنائي سيتم زفافهم مع تولي الملك الجديد يا لحظ ابنك الرائع أرى نظرات حب الحياة والتمسك بها تطل من عيني فارس الملك ألا يحق لرجل ميت مثلي أن يودع الحياة بالنظر إلى شيء جميل أيرغب فارس الملك أن يتزوج بهذه الفتاة إنها خطيبة ابنك الأكبر وإنني سأدفن غدا لكنك ترغبها أليس كذلك؟ وإن رغبة رجل ميت أولى بالتنفيذ يا أبناء القبيلة يا أبناء القبيلة إننيانا أيالوغا كاهن القبيلة أعلن زواج فارس الملك من هذه الفتاة الجميلة بهذا تحكم شعائر اليوربا إنه ميت ورغبة الأموات تحكم الأحياء إن حفل استقبال الأمير يجان رائع حقا وساعدت تد على وجهه كم أنا فخور بما قمت به أليس هذا الذي يقف أمام الباب هو السرجنت أموزة ترى ما الذي جاء به سأذهب لأرى أرجو أن لا يكون قد حدث ما يعكل صف وحفلنا أرى أن السنوات لم تغير السيدة بيلكينغز كثيرا ها؟ أولندي؟ متى وصلت من إنجلترا أيها الطبيب والشاب؟ في صحبة الأميرة الإنجليزية سيدتي فقد وصلني نبأ موتي ملك قبيلة فجئت لأشارك القبيلة شعائر الدفن أبي معه ما الذي أسمعه؟ بعد كل هذه السنوات التي قضيتها في لندن تتحدث عن شعائر تقوص همجية على هذا النحو من التوقير؟ إنها شعائر قبيلة يا سيدتي ولا أسمح لأحد أن يصفها بالتوحش والهمجية إن أبيك سيموت هو في حكم الميت منذ ثلاثين يوما أراك تتحدث عن الموت بأعصاب باردة كجراح إنجليزي؟ ألم تمدنك ثقافتنا كما علمتك جامعاتنا؟ تعلمت في جامعاتكم كما تقولين ولكنني أنتمي إلى هذه القبيلة ولن أخذ لهويتي أو أتخلى عنها ألقينا القبض على فارس الملك يا سيدي بعد زفافه على فتاة من القبيلة كرغبة أخيرة له قبيل انتحاره غداً أحسنت يا أموزة أحسنت أبقه في السجن بضعة أيام غداً هو اليوم الثلاثين لموت ملك اليوربا وسجن أليسين أوبا لن يمكنهم من إتمام موته الشعائري لكن أبناء القبيلة غاضبون ويتهمونك بأنك منعت إقامة شعائرهم لهذا فإنهم يستعدون لقتالنا قتالنا؟ هذا يعني حدوث اضطرابات شديدة في المستعمرة إن لم نستجب لرغبتهم في إطلاق سراح فارس الملك وأرى أن لن أسمح بانتحار فارس الملك استجابة لهذه الشعائر الهمجية أخبر السيدة بيلكنز بأنني توجهت لمعسكر الجند استعداداً لهذه المواجهات اتسعت دائرة الصدمات بين أمناء خبلة اليوروبا وقوات الاحتلال الإنجليزي لأن أبناء القبيلة أعتبروا إلقاء القبض على فارس الملك تدخلاً سافراً في عقيدتهم ومحاولة لفرض المفاهيم والثقافة الإنجليزية عليهم فما كان من الطبيب الشاب إلا أن اتجه إلى قبيلته مغلناً أنه سيقوم بدور والده الشعائري وسينتحر بدلاً هنا حتى يتم إنفاذ شريعة القبيلة ودفن ملكهم الراحل وهو ما حدث بالفعل روايات عالمي ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر